ستاند أب كوميدي هو فن السخرية من كل شيء. عبارة عن نكات على مواقف يتعرض لها الإنسان نفسه أو الآخرين. أو قد يقلد الكوميديان فيها شخصيات مشهورة بهدف إضحاق الجمهور. لكن في بعض الأحيان قد تتجاوز حدود الفكاهة أو السخرية. كما حدث في قصتنا اليوم من المغرب. برنامج ستاند أب كوميدي في موسم السابع لاكتشاف المواهب. يحظى بمتابعة كبيرة في المغرب. من خلاله يمكن التصويت من قبل الجمهور على الممثل الكوميدي أو مقاطع فيديو تعرض. يفوز أحد المتسابقين بلقب أفضل كوميدي ستاند أب للموسم. أثار البرنامج الذي يعرض على قناة الأولى المغربية استياءا واسعا. بعد أن بث حلقة تضمنت فقرة من أحد متسابقين لستاند أب. اسمه حمزة الأسمر. تندر فيها من الممثل المغربي حسن مكيات. لنستمع إلى المقطع من فقرة المتسابق حمزة الأسمر. سخر فيها من اللياقة البدنية للفنان المغربي حسن مكيات. كنت ندور عيني في ذاك لا صال. ويبنوا لي شي تصاور. لنقول لي شي وحدين لا لديهم تعالقة بالسبور. حسن مكيات. لا لديهم صوير. سوى عمره تجرق. الفنان المكيات. تثيرت حفيظته بسبب الإشارة إلى قدرته على ممارسة الرياضة والركز. بينما تقول بعض المصادر أنه كان حكم رياضي. اعترض على المقطع. نشره على وسائل التواصل. وأعرب عن الغضب. وقال هل هذا هو مستقبل الكوميديا الوقاحة من أجل استدرار الضحك؟. تضحك تضامن العديد من المشاهير الإعلاميين معه. مثلا. أهاك تقول من أحسن الفنانين المغاربة على مر الزمان الجميل. حسن مكيات. والأكثر من هذا هو إنسان لطيف وخفيف الظل. صوته ما يتسمعش. هنا تدوينة لسيمو بن دحمان. الأستاذ الحاج حسن مكيات. رجل عصامي. ابن المسرح وتلفزيون. رجل متواضع. تحياتي له. وأظن أنه لا يبالي لمثل هذه الخزعبولات. ومع ذلك كل تضامن مع الحاج حسن مكيات. ويرفق هذه الصورة لهوية حسن مكيات تظهر بطاقة له. وهو يبدو أنه كان حكم كرة قدم في التسعينيات. وله خبرة رياضية طويلة. بعكس ما جاء في برنامج ستاندوب كوميدي. بحسب الوصف طبعا. حسن مكيات قال أيضا أنه سيلجأ للقضاء. لما اعتبرها إساء له. قال في مقابلة مع إحدى الصحف. منتظر الانتهاء من إجراءات القانونية. وبناء على اللقاء الذي سيجمعني بالمحامي. سأرى بحسب مشورته ما يمكن التصريح به والحديث عنه في المنابر الإعلامية. الجدير بالذكر عند الفنان حسن مكيات. من مواليد مدينة الرباط. له شعبية كبيرة في المغرب. شارك في العديد من المسلسلات. رمانة وبرطال. وكذلك مسرحيات وأفلام محلية. يعتبر رائد في مجال التمثيل. والكوميديا في البلاد.